مؤتمر صحفي مع مسؤولي منظمة الصحة العالمية قالت الدكتورة هالة زايد نتوقع زيادة عدد إصابات كورونا خلال شهر إبريل بشكل أكبر من إصابات يناير على أن تعاود الإنخفاض في أواخر شهر ماي إيه علاقة ده بمتحانات الترم الأول أولاً وزيرة الصحة هي اللي بتقيم الوضع الوبائي وبتقدم تقررها للجنة إدارة أزمة كورونا وعلى هذا الأساس بيتخذ القرار المناسب يعني هي حتقول للجنة في اجتماعها الأسبوع المقبل إن الوضع حيبقى خطر في شهر إبريل ومايو وبناء عليه سوف تصدر القرارات ثانياً لما يتقال إن شهر إبريل ومايو الوضع حيبقى مش كويس إذن فرصة دمج امتحانات الترم الأول مع الترم الثاني مستبعداً ثالثاً متوقع وبقوة إن الحكومة تأخذ قرار بإجراء الامتحانات بعد 20 فبراير لعدة أسباب أهمها إن الوضع ده هو أفضل وقت من الوضع اللي حتكون عليه الأمور في شهر إبريل ومايو والفترة الحالية مش فترة زروة بعكس اللي حيحصل في إبريل رابعاً تصريح وزيرة الصحة فعلاً خطير وده اللي يخلي الحكومة تفكر إنها تعمل امتحانات لكل الصفوف ده الوقت المناسب بدل ما تخرب بعد كده ووقتها هتلاقي نفسها لعمل امتحانات للترم الأول ولا عارفة تعمل امتحانات للترم الثاني خامساً الحكومة قد تلجأ للخيار الأكثر أماناً إنها تعمل امتحانات في الوقت الحالي والأمور مستقرة نسبياً بحيث لو الأمور سأت في نهاية الترم الثاني حسب كلام وزيرة الصحة وقتها ممكن تفكر تحسب مجموع الطالب في الترم الأول للترمين مع بعض زي اللي حصل السنة اللي فاتت الكل أخد نتيجة الترم الأول مع نجاح الجميع في الأبحاث سادساً ضبابية المشهد في إبريل ومايو بيخلي الحكومة تخف فعلاً إن العام الدراسي ينتهي بدون ما ده عرف نمتحن الطلبة عشان كده كل الشواهد بتؤدي إلى أن الامتحانات بعد 20 فبراير سابعاً من وجهة نظري الحكومة هتتعامل مع امتحانات الترم الأول باعتبرها الفيصل في تقييم الطلاب ولو عملت الامتحانات بعد 20 فبراير هتبقى نرتاحها نسبياً وحتى لو الدنيا بازت في إبريل ومايو متعملتش امتحانات خالص مش هيبقى مهم وقتها طالما عندها امتحان ترم أول وعلى أساسه بنقدر نقيم الطلاب وخلاص ثامناً من وجهة نظري ودي وجهة نظر بتحتمل الصواب والخطأ ياريت تتعاملوا مع امتحانات الترم الأول في معادها على أنها هي اللي هتقيم الطالب عن السنة كلها يعني تذكروا وتكتهدوا فيها جداً جداً لأنه واضح حسب كلام وزيرة الصحة أن الأمور بعد 3 شوقات رايحة في سكة وحشة ومحدش عارف امتحانات الترم التاني هيبقى مصرها إيه تسعاً كلام وزيرة الصحة تقريباً نسب فكرة انتظام المدارس في الترم التاني لأنك لو عملت امتحانات الترم الأول في كل الصفوف هيبقى معاك لحد 10 مارس عشان تخلص يعني قدامك 20 يوم أو شهر تقريباً على بدء زيادة الإصابات في إبريل يعني كده الترم التاني شكله هيبقى نسخة من الترم التاني في العام الماضي وده التفسير المنطقي جداً لكلام وزيرة الصحة والله أعلم وهذا الكلام منقول من الأستاذ أحمد حافظ على صفحته صحفي مختص بالشأن التعليمي بجريدة الأهرام اشتركوا في القناة